أكد وزير الخارجية سمح شكري أهمية اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا الذي عقد اليوم بالقاهرة الوزير الخارجية عقب اجتماع اللجنة أشار شكري إلى اعتماد البيان الختمي للاجتماع بتوافق جميع الأطراف هذا الاجتماع وأتاح الفرصة لوزير الخارجية سوريا بأن يطلع السادة الوزراء عن الإجراءات التي اتخذها الحكومة في إطار التناول كافة هذه العناصر من الأزمة وأتاحت أيضا للوزراء المشاركين بتداول فيما يتعلق بالعناصر المختلفة للأزمة والتأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية والمؤسسات السورية واستعادة تفاعل سوريا سواء في الإطار الإقليمي أو الإطار الدولي منذ خليل تم اعتماد البيان الصادر المتوافق عليه من الوزراء مجموعة الاتصال وأيضا وزير خارجية السورية ترجمة نانسي قنقر